تمر تونس بوضع اقتصادي ومالي صعب ومعقد وسط ارتفاع مطرد للتضخم وضعف لنسبة النمو هذا فيما تضغط النقابات من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى وشهدت تونس ارتفاعا بمعدل التضخم خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى مستوى ليتجاوز 10% مقابل 9.8% في نوفمبر وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي فإن نسبة التضخم في السوق المحلية مستمر في الارتفاع ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي يأتي هذا وسط توقعات البنك المركزي بارتفاع معدلات التضخم إلى 11% خلال عام 2023 وفي خطوة أثارت غضب الحكومة رفع البنك المركزي سعر الفائد الرئيسي في ثالث زيادة منذ العام الماضي وحذر محافظة البنك من أن معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائد الرئيسي وكانت وزيرة التجارة التي تمت إقالتها قالت إن وزارتها تعمل مع البنك المركزي لكبح معدلات التضخم مشددة على أن سبب ارتفاع التضخم يعود لارتفاع سعر شحن المواد المستوردة وأيضا سعر الصرف وفي خطوة لخفض العجز أعلنت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي عن إجراءات تقشفية بإصلاحات في قانون المالية تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفضات في دعم الطاقة والغذاء خطوة سارع الاتحاد العام للشغل لرفضها مهددا بالنزول إلى الشارع تهديدات تربك حسابات الحكومة التي تبحث عن مخرج من عنق الزجاجة من خلال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها مليارا وتسعمائة مليون مليار دولار وكان من المفترض أن يعقد الصندوق اجتماعا نهاية ديسمبر الماضي لمناقشة برنامج قروض لتونس غير أنه تراجع قبل أيام فقط من هذا الموعد المحدد معللا ذلك بمنح السلطات التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح هنا تحديدا